اشهد الدكتور سلامة داود بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار وتعزيز السلام واكد رئيس جامعة الازهر ان زيارة فضيلة الشيخ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر المرتقب الى مملكة البحرين والمشاركة في فعاليات ملتقى البحرين حوار الشرق والغربي من اجل التعايش الانساني الذي يعقد تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاة تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتكان الى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم تعد مرحلة جديدة وخطوة هامة على طريق الحوار بين الشرق والغرب من اجل نشر السلام وتحقيق التعايش والاخوة الانسانية بين اتباع الاديان حول العالم واثنى الدكتور سلام داود على جهود مملكة البحرين ونهجها الدائم في مد جسور الحوار والتعايش السلمي بين قادة الاديان والمذاهب ورموز الفكر والثقافة والاعلام مشيدا في ذات الوقت بجهود مجلس حكماء المسلمين في اطلاق مبادرة حوار الشرق والغرب التي تعد من اهم المبادرات في اطار نشر قيم الحوار والتسامح شكرا